السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد معاكم كريما كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سوف نشارك معاكم الحليب المركز المحلى طريقة سهلة اقتصادية كما كنتشوفوا معايا الوزن دياله هنا هي كنحاول نعطيكم حتى الوزن دياله يعني شي حاجة اللي هي بسيطة وضغية كتوجد وباقل تكلفة اهم حاجة والنتيجة رائعة يعني في حال ديال المحلات بنفس الماضاق ونفس القوام ندزو دبع المقادير والطريقة في نفس الوقت كما قلت لكم المقادير جد بسيطة بسم الله على بركة الله غدي مدو في المقادير غدي نحتاجوا الساشية ديل qué sliced غ بجرم غضب قبرة الممكن انكم تستعملوا اي نوع ديل الحلوب غبرة عندكم غديamos نصف كاز ديل الماء يكون غليان ونحتاجوا هات الساشية اللي كتكون فيها 60 غرم انا غіти نعبر معاكم بالكاز ديالRAH ديال الع نبا بيش يكون عندكم العبار مضبوط و جيبوا اي كاز مشي ضروري ان الكاز ديالال良 بعنبا اي كاز تنخ si true ولكن ستقوم بعمل الحليب بودرة نفس العبار السكر يعني كما تشوفوا معي هنا أعطاني كأس غير مملؤ تقريبا كاس اللاروب ونجيبون نفس الكأس ونعبروه كاس اللاروب ديال السكر إذا عملتوا مثلا من غير الكاس المهم يكونوا الكسان يكونوا قد قد سواء كاس اللاروب أو أي نوع ديال الكاس عندكم سنعبروه كاس اللاروب كذلك وبالنسبة لما الأغلبية سنعبروه كاس اللاروب كذلك يعني كيكونوا نفس القياسات ولكن أنا بغيت وجيني خاطر شوية سنعمل غير نصف كاس ديال الماء يكون غاليا وكذلك مع القاس صغيرة ديال الزبدة يكون مدقة ديالة مزيون كي تعطيه واحد لغوم مزيون في الحليب نيسلي المهم سنضيف الطريقة من المكونات يعني تسدل أربعة المكونات اللي هما ساهلين وبساطين سنجيب الخلط الكهربائي سنضع السكر كذلك الحليب بودرة سنضيفه مع القاس صغيرة ديال الزبدة و سنطحنه كل شي ضروري الماء عفوان كنقول غير حلي بمعرفت شياليش ضروري الماء يكون غليان ما يكون شي بارد سوف يكون طحن مزيان في مولينيكس أو في أي خلط عندكم أهم حاجة أنه خصويته طحن مزيان كيما كتشوفوه في الأول ضروري سيكون سائل بحالة شكل هذا سنجيب واحد الكسرونا سنوضع فيها الحليب المركز المحلة سنوضعه على النار تكون مهيلة و مع التحرك واحد جوش دقايق ما تغفلوش عنها ضروري غير واحد جوش دقايق يعني ما تفوت شي كتر من هذا العدد هذا و مع التحرك ضروري غير كي يعقد واحد شوي كي يدوب ديك السكر تماما مهم المكونات كيتخلطه مزيان وهنايا غادي نجيب الميزان و غادي نعبر معاكم مش حال أعطاني هذا العبر هذا يعني تقريبا في حل الوزن ديال العلبة كتكون فيها 300 و شي حاجة دلقرام وهنايا كيما لحتوا معايا اعطى 200 و 15 دلقرام يعني لضوبلتو المقادير غادي تعطيكم كمية أكتر من ديال العلبة و في نص الوقت ثمن أقل كما كتشوفون نتيجة رائعة و المادق كما هو يعني ديال المحلات الكبرى هنايا غادي يبلكم لأنه بقي خفيف لأنه بقي سخون ما اللي أحسن أنكم تخليوا تقريبا واحد ساعة أو لساعة ونص كيعقد و كيرجع يعني في حل كيتباع ديال المحلات هنايا أنا كنت مزروبة غادي نخدم به خليتو تقريبا غير واحد ساعة كما كتشوفو هنا يبدأ كيعقد كتعملو غيفة اللجم تحت ما كتعملوش في المجمد كتغطيوه لوجه دياله و كتخليوه ما بين ساعة أو ساعة ونص ممكن أنه يبقى لكم حتى الأسبوع في تلاجة ما كيوقع لوتها حاجة أهم حاجة أنكم تغطيوه مزيان بالبلاستيك الغدائي أو ممكن أن تعملو في العلبة من الأحسن وتغطيوها مزيان تخليوها في تلاجة هنا غادي نكون وصلنا أخير فيديو و إلى اللقاء مع وصفات أخرى إن شاء الله غادي نزلكم واحد غلاس لهو ساهل بسيط غادي نوجده بهذا الحليب المركز المحلق و إلى اللقاء